خاض لعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي المران الرئيسي اليوم الاربعاء على ملعب عبد الرحمن انوس باستاذ الاسماعيلية وذلك ضمن برنامج الاعداد لمواجهة البنك الاهلي المقرر لها بعد غد الجمعة في سالس جولات كأس رابطة الاندية المحترفة وبدأ المران بتدريبات بدنية تحت اشراف مخطط الاحمال تستهدف الحفاظ على المعدلات البدنية التي تم الوصول اليها خلال الفترة الماضية وعقب انتهاء الوحدات البدنية تم تقسيم اللاعبين الى عدة مجموعات حيث ادت كل مجموعة تدريبات فنية وعلى هامش المران واصل محمود عبد الله جناح الفريق الشاب تدريباته التأهيلية بالجارية حول الملعب وذلك تحت اشراف الجهاز الطبي بقاة الدكتور مجد الباز بينما خاض المهاجم الارجنتيني ديجو فرناندو والجناح الافواري جان موريل بوي تدريبات بدنية اضافية خلال مران الفريق وذلك تحت اشراف مخطط الاحمال ويخضع الوافدان الجديدان بصفوف الدرويش لبرنامج بدني مكسف بناء على تعليمات الارجنتيني خوان براون من اجل الارتقاء بالمعدلات البدنية لهما تمهيدا للاستعانة بجهودهما ضمن صفوف الفريق خلال منافسات بطولة كأس الرابطة للانديا المحترفة المقامة حالية وترقب الجهاز الفني الاسماعيلي وصول البطاقة الدولية للمهاجم الارجنتيني ديجو فرناندو تمهيدا للاستعانة بجهوده اساسيا خلال لقاء الفريق مع البنك الاهلي في الادوار التمهيدية لبطولة كأس الرابطة للانديا المحترفة والمحدد موعده السنية ونصف ظهر بعد غدا الجمعة باستاذ الاسماعيلية وقال اشرف خضر المدرب العامل الاسماعيلي ان استعداد اللاعبين للقاء البنك الاهلي تسير على قدم وصاق واضاف ان الارجنتيني خوان براون شرح الاخطاء التي توقع فيها اعضاء فريق الاسماعيلي خلال مواجهتهم الاخيرة مع الاهلي واوضح انه يأمل في توفيق اللاعبين الجدد البوليفي كارميلو والجنبي سايكو كانوتيه والافواري جان موريل والارجنتيني ديجو فرناندو في المهام المكالة اليهم لرفع الشأن الفلنة الصفراء